ازايكم بما ان النهاردة افتتاح المتحف المصري الجديد والكبير والحدث العملاق ناس كتير سألتني في الكومنتات ازاي نقدر نعمل صور فرعونية بالزكاء الاصطناعي وازاي كمان نقدر نحركها وكل ده مجانا فانا مش هطول عليكم المقدمة عشان نلحق كلنا نعمل الصور بتاعتنا تعالوا ننتقل الى الشاشة واشرح لك خطوة خطوة بمنتهى البساطة ازاي هتقدر تعمل صورة فرعونية او فيديو فرعوني بالزكاء الاصطناعي اول حاجة هتعملها هتروح تفتح شات جي بي تي وتقول له عايز بروموت اكتبه للزكاء الاصطناعي باللغة الانجليزية عشان يعمل لي صورة احترافية بكل التفاصيل بحيث تكون الصورة مصرية فرعونية هتلاقيه في خلال ثواني كتاب لك بروموت كده بهذا الشكل ولو انت عايز تكتب تفاصيل اكتر عن الصورة يعني مثلا لو عايز الخلفية اهرامات عايز الخلفية مثلا معبد او سنبل ممكن تكتبها له وفي خلال ثواني هتلاقيه هو ادالك البروموت كده بهذا الشكل كل اللي انت هتعمله هتاخد البروموت ده كوبي وبعد كده هنروح نفتح موقع جوجل اي اي استوديو هنختار هنا تراي نانو بنانا وهنيجي هنا على علامة الزائد دي ونرفع له صورة لنا نكون متصورينها بالمواجهة يعني ايه بالمواجهة؟ يعني تكون باصس للكاميرا زي ما انت شايف الصورة دي كده بعد كده هدوس هنا على اوبن وبعد كده البروموت اللي انا اخدته من شاة جي بيتي هدوس هنا كنترولو في او بيست عشان اديه لجي ميناي او جوجل اي استوديو بعد كده هدوس على رن في خلال ثواني هتلاقيه طلع لك كده الصورة بهذا الشكل طبعا ممكن تعمل لها دون لوت كده من هنا طب لو انت عايز صورة مختلفة عادي جدا ممكن نرجع لشاة جي بيتي وقول له عايزك تكتب لي بروموت باللغة انجليزية يعمل لي صورة لية هرفعها للزكاء الاصطناعي ويحول لي شكل صورتي لصورة واحد من الفراعنة ويكون الخلفية فرعونية وبجودة عالية جدا وتفاصيل حلوة فرعونية هتلاقيه ادي لك البروموت كده بهذا الشكل هتاخده كوبي وتروح على جوجل اي اي استوديو نفس القصة ترفع له الصورة بتاعتك وتحط له البروموت هنا بيست وبعد كده هتدوس على رن وفي خلال ثواني هتلاقيه ادي لك الصورة بهذا الشكل ممكن تفتحها وتعمل لها دولود عندك على الجهاز زي ما انا هعمل دلوقتي طيب بعد ما حملت الصورة دي ازاي اقدر احركها في طريقتين ممكن احرك بهم الصورة والطريقتين دول مجانيين مية في المية تعال ادي لك الطريقة الاولى الطريقة الاولى اللي انا هفتح جوجل اي اي استوديو زي ما فتحته من شوية بس بدل ما اعلم هنا على جيميناي او على ايميجيز هعلم هنا على فيديو وبعد كده اختار الموديل اللي اسمه في اي او تو وده طبعا الموديل اللي قابل في اي او سري وبعد كده هروح جاي رفع لقصورة اللي انا نزلتها او اللي انا عملتها من شوية وبعد كده هكتب له هنا انيميت زي ايميج وبعد كده هدوس على رن وطبعا قبل ما تحرك الصورة ممكن تختار هنا الفيديو انت عايزه بالطول ولا بالعرض وكمان تختار المود ده بتاعته من خمس ثواني لثمان ثواني ولو عايز توصف له التحريك اللي انت عايز تحرك به الصورة ممكن تكتب له التحريك او وصف التحريك هنا بهذا الشكل او ممكن حتى تكتبه له مع بتاع تحريك الصورة في خلال ثواني هتلاقيه طلع لك الفيديو بهذا الشكل لو دوسنا هنا على بلاي وحبينا نكبر كده هنلاقي الفيديو اتحرك معنا طب لو انا عايز احركه بس بطريقة تانية ودي الطريقة اللي هتلاقيها منتشرة على السوشيال ميديا وخصوصا على الفيسبوك التحريك ده زي الصور اللي انت شايفها دي كده كل التحريك ده عن طريق موقع ميتا اي 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 طب ازاي ده بيتم كل اللي انت بتعمله بتخش على موقع ميتا دوت اي اي وبعد كده بتيجي هنا ترفع له الصورة بتاعتك اللي انت عملتها عن طريق جوجل جيميناي وبعد ما تفتح الصورة بهذا الشكل هتبدأ تكتب له هنا برضو كلمة انيميت زي ايميج وممكن كمان تكتب له وصف للتحريك اللي انت عايزه بعد كده هتدوس على علامة السهم ده وفي خلال ثواني هتلاقيه حركلك الصورة بهذا الشكل وعملها لك في شكل فيديو جميل لو دوست هنا على علامة الدونلود دي هقدر اسايف الفيديو عندي على الجهاز بهذا الشكل وفي نفس الوقت ممكن ادوس على علامة الشير دي وساعتها هقدر اشاير الفيديو على فيسبوك او سريدز او الواتساب او الانستجرام او فيسبوك ريل زي ما انت عايز ولو انت مش عارف منصة ميتا اي اي فعايز اقولك ان دي منصة جديدة تتبع شركة ميتا بتقدر تعمل عليها بروفايل مجاني عادي جدا المنصة دي فكرتها انك انت بتنشر فيديوهات او صور بتعملها بالزكاء الاصطناعي عن طريق التطبيق نفسه بطريقة مجانية ولو عايز تعرف اكتر عن هتلاقيني سعيب لك رابط فيديو شرح لك فيه ازاي تستخدم وتعمل منه فيديوهات بالزكاء الاصطناعي بشكل مجاني اتمنى يكون الفيديو عجبك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك تكتب لي كومنت عشان ده بيساعدني ان انا اعمل لك محتوى اكتر واكتر اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته